كيف تحول اليمن إلى بلد تمردات؟ وكيف أصبحت الشرعية بدون عاصمة على الأرض؟ ولماذا يستمر السهداف سيادة اليمن؟ وهل تكفل التحالف بالسكمال ما فشل فيه الحوثي؟ أهلا بكم من سبتمبر 2014 إلى اليوم خمس سنوات مرت ترى ما الذي حملته لليمنيين؟ دعوني أقوم بتذكيركم بعجالة انقلاب جماعة الحوثي على الدولة ثم انقلاب صالح على شركائه في الانقلاب ثم انقلاب برعاية التحالف يقول كثيرون على الشرعية كيف أصبح اليمن الكبير بعد خمس سنوات من الانقلاب فريسة يتناهشها الجميع؟ هل انتهى الآن مشروع تجزئة وتفتيت اليمنية ترى؟ تبدو أسئلة اللحظة اليمنية أكثر حرجا ومصيرية واليمنيون يشاهدون عبث الانقلابيين ببلدهم ويبدو التحالف عابثا باليمن الكبير تحت مظلة دولية وتفويض غير مشروط والشرعية صاحبة الحق لا تجد لها موطئ قدم على الأرض وتنتظر الإملاءات من بن سلمان فيما الحوثي رأس الشرور يقول اليمنيون لم يعد له من عدو سوى التساع وأطماعه بعد أن انتكست جميع الجبهات ووقف اليمنيون بحيرة هذا الوجود يقولون يتساءلون من يقاتل من على أرضنا تحل الذكرى الخامسة لسقوط صنعاء واجتياحها من قبل ميليشيا الحوثي في الوقت الذي تعيش فيه البلد أجواء انقلاب آخر بات يهدد الشرعية بالتلاشي والبلد بالتفكك الحكاية بدأت بالشكل الذي يعرفه كل اليمنيين تدخلت السعودية تحت لافتة استعادة الشرعية اليمنية ومواجهة ميليشيا الحوثي الموالية لإيران جالبة معها دولا حليفة أبرزها الإمارات وبعد مرور أكثر من أربع سنوات لم تتمكن الشرعية والتحالف من تحقيق أي من تلك الأهداف بل ذهب الأمر في طريق أسوأ رعت الدولتان انقلابا آخر في عدن في مشهد لا يختلف كثيرا عن سيناريو صنعاء وأدواته بعد أن عملت طوال أربعة أعوام على إفشال الحكومة وتقويض نفوذ الدولة الشرعية في بقية المناطق المحررة اليمن بين انقلابين وشرعية دون عاصمة هذا هو عنوان المرحلة التي تمر بها البلاد أشية الذكرى الخامسة لانقلاب ميليشيا الحوثي بعد أن تآمرت الرياض وأبوظبي على الدولة اليمنية سرا في صنعاء وعلانية في عدن أمام هذا المشهد المعقد تخوض الحكومة الشرعية معارك هامشية بعد أن أصبحت خارج معادلة الفعل السياسي والعسكري وخارج حسابات الفاعلين الإقليمين والدوليين الأعداء منهم والأصدقاء عبد الرب منصور الرئيس الشرعي والمعترف به دوليا يبدو كأنه آخر المهتمين بشأن البلد تتسرب البلاد من بين يديه بينما يكتفي هو بالصمت أو شكر بعض دول التحالف التي لا تزال تؤكد أنها تدعمه ولو بالبيانات يضيق الخناق على الشرعية يوما بعد آخر وتتلاشى خيارات اليمنيين مع تلاشي جغرافيا دولتهم وتخبط قواهم السياسية فيما تستمر دول التحالف في بناء قوتها داخل المجال اليمني سعيا لتثبيت أطماعها ولتبقى الشرعية مجرد لافتة تبرر سلوك هذه الدولة أو تلك حضيت شرعية هادي بدعم شعبي واسع واتخذ الإسناد الشعبي أشكالا مدنية وعسكرية سياسية وثورية طمح اليمنيون من خلالها إلى تجاوز أزمات البلد والخروج إلى فضاء جديد وفرته ثورة الحادي عشر من فبراير إلا أن خمس سنوات من الحرب دون أفق باتت تلقي بضلال كثيفة من الشك وانعدام الثقة بين سلطة هادي والشعب وهو ما يجعل المستقبل القريب مفتوحا على خيارات صعبة أجدد الترحيبكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المسائل يمني كما أرحب بمن ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية دكتور فيصل حديفي من تعز رئيس الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحل الإنقلاب وكذا عبر السكايب من برلين الخبير العسكري العميد حسين العمري وأبدأ معك سيادة العميد إذا ما تحدثنا في البداية عن العام السنة الخامسة للإنقلاب لإنقلاب الحوثي على الدولة ما الذي تشكل لدينا حتى اللحظة فيما يتعلق من الإنقلاب ومقاومة هذا الإنقلاب مساء الخير عليك أخي وجيه على قناة بلقيس وتحية لمشاهدي قناة بلقيس ولضيفك الكريم الدكتور فيصل الحديفي أخي العزيز قبل أن نسهم في الإجابة على سؤالك الأول علينا أن نعرف الحركة الحوثية وتاريخها هذه الحركة الطائفية التي تتأدلج بإيديولوجية خارجية دخيلة على المجتمع اليمني ترى أن الحكم مقتصب منذ قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962 ويعتبرون أن هذه الفترة هي فترة حكم المشير السلاء رحمة الله عليه وأبراهيم الحمدي الرئيس الشهيد وكذلك عليه عبدالله الصالح هذه كانت فترة حكم مقتصب وأن الحكم يجب أن يكون في هذه الطائفة التي تنتمي إلى مديريتين في صعدة وصعدة طبعا إذا تكلمنا عن صعدة فهي محافظة من 15 مديرية لا تشكل نسبة سكان اليمن سوى 3.15 من 10 طبعا هذه الطائفة الحركة الحوثية التي تعتقد بمعتقد ومذهب بإيديولوجية خارجية مدعومة من إيران واجهت النظام السابق في أهد علي عبدالله الصالح من خلال 6 حروب بدأت في عام 2004 وانتهت تقريبا في عام 2010 واستطاعت أن تكون محصورة في مديرية رازح ومران ولم يكن لها أي حاضنة في صعدة ولا في بقية محافظات الجمهورية لكن عقب ثورة الحادي 10 من فبراير 2011 ثورة الشبابية الطاهرة النقية التي قام بها شباب اليمن الأحرار والتي خرجت لتصحيح النظام ولتصحيح الأخطاء التي شابت نظام علي عبدالله الصالح إلا مع الأسف أن هذه الثورة الشبابية الطاهرة ارتكبت موجتها أحزاب وجماعات خارج إطار الشباب من ضمنها نافذين في السلطة في عهد النظام السابق عليه عبدالله الصالح وتحول مسار هذه الثورة الشبابية وكان من ضمن من أرتكب موجة هذه الثورة هي الحركة الحوثية استطاعت أن توصل إلى ساحات صنعة وساحات الاعتصام في بقية محافظات الجمهورية اليمنية على أساس أن الحوثيين هم جزء من المجتمع اليمني طبعاً تلا ذلك أن تم استيعابهم ضمن مؤتمر الحوار الوطني الشامل بصفتهم يمثلون القضية الصعدية التي كانوا يدعون بأن لهم مظلومية وتم استيعابهم من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر لأكثر من عام بصفتهم جزء من المجتمع اليمني لكن أقبل ذلك ما أن تمكنوا وتقلغلوا في المجتمع اليمني حتى أنقلبوا على مخرجات الحوار الوطني وعلى مسودة الدستور اليمني للحكم الفيدرالي من ستة أقالين وأنا أقول أن يوم 21 سبتمبر كان تتويجاً لما بدأته من حروبها في كتاف ثم في قبائل حاشد انتهاءاً بمعركة عمران في منطقة القشلة اللواء 310 بقيادة الشهيد المرحوم حميد القشيبي والذي كان يعتبر صمام أمان للبوابة الشمالية لصنعة وكان تواطئ حقيقة الأمر أنه كان تواطئ من قبل الجميع وأقصد بالجميع دون استثناء أستطاعوا أن يخدعوا الجميع بأنهم جزء أنهم سيكونون من ضمن هذه المنظومة الفيدرالية القادمة ولكن أنقلبوا على كل هذه المقرجات وأصبح انقلابهم انقلاباً سياسياً أكثر منه عسكرياً كونها لم تواجه أي مقاومة لا في عمران سوى ما ذكرته من اللواء 310 بعد أن استطاعوا أن يستفردوا بهذا اللواء الذي كان صمام أمان واصلوا مسيرهم بسهولة إلى صنعة وأنقلبوا انقلاباً سياسياً وتم استلام تسليم صنعة إلى أن حدث هذا الانقلاب في 21 من سبتمبر قبل خمسة سنوات سيادة العميد أشكرك على هذه التوطية لكن فيما يتعلق دعني أنقل النقطة الآن إلى دكتور فيصل الحديفي دكتور فيصل لو قرأنا المعطيات الوطنية الآن بعد هذه السنوات الخمس من انقلاب الحوثي وما حدث من مقاومة لليمنيين في مواجهة مشروعه وكذا ما حدث على هامش كل ذلك ما الذي تكون لدينا؟ أين نحن الآن؟ دكتور فيصل نعم أسعد الله مساءك والجمهور الكريم والمتابعين وضيفك الكريم للأسف كل ما ندلي به من معطيات بعد خمس سنوات نعترف بكل أساء بأن الدولة والجمهورية أنفلتت من بين أيدينا ليس فقط لصالح الانقلاب الإمامي في الشمال ولكن فوجئنا بانقلابات وتوالد انقلابات في الجنوب الانقلاب الانفصالي في عدن وهناك سلسلة من الانقلابات التي لم نكن بحسنية ننظر إليها في هذا المعطى والسياق ففي تعز تم إقحامها في إدخال قوات موالية للإمارات أرادت أن تبتلع تعز وهي تريد تحت مسمى الحزام الأمني وهو انقلاب وما حصل في شبو أيضا هو يدخل في هذا المضمون انقلاب آخر تعززه دول التحالف بالتواطئ بين الإمارات والسعودية لأهداف تخصهما إذن بعد خمس سنوات أنفلتت الدولة والجمهورية من بين أيدينا لأكثر من طرف طرف داخلي منقلب في الشمال طرف داخلي منقلب في الجنوب وانقلابات فاشلة رفضتها المجتمعات وكذلك تدخلات خارجية تشتغل في الأرض اليمنية بالعلن إيران، السعودية، أقصد الإمارات، دول التحالف ومن معها وكذلك التدخل الدولة الكبرى تحت مسمى حماية الممرات الدولية وحماية السلم والأمن الدوليين أي أن أصبحت البلد مشاعا لكل هؤلاء واليمنيون وحدهم هم الذين لا يمتلكون هذا البلد والسلطة الشرعية هي التي خرجت بعد خمس سنوات من هذه المعادلة يعني اليوم في هذا السياق نحن نحيي أحرار السلطة الذين رفضوا مثل هذه المآلات الكارثية بسبب داخلي وبأسباب خارجية نوجه الشكر والتحية للأساتذة عبد العزيز جباري، الميسري، الجبواني وغيرهم من الوزراء الذين استقالوا أو عبروا عن غضبهم لانتهاك السيادة الوطنية من أناس أتوا تحت مضلة الدعم وشرعانة السلطة الشرعية لتدخلهم وإذا بهم يتآمرون على الدولة، على الجمهورية، على الوحدة ويدعمون ميليشيات على الأرض أفقدتنا بلادنا اليوم نحن في بلادنا غير قادرين على الحصول على قوى السفر غير قادرين على الوجود على منفذ آمن للخروج والدخول لا نحصل على تذكير الطيران متاحة مثل عباد الله وندفع أثمانا مضاعفة نشتري حاجاتنا من السوق العالمية عبر الاستيراد المشروط من هذه الدول الاحتلالية المتدخلة وخاصة الإمارات بأضعاف مضاعفة يعني الحقيقة مآلة كارثية اليوم المعول على أحرار السلطة على أحرار الأحزاب على أحرار المجتمع أن يهبوا فعلا للدفاع عن وطنهم لا يركنون لا لدول التحالف ولا يركنون إلى سلطة تواطأت بحسنية أو بسؤنية لكن ما هي أسباب دكتور فيصل ما هي أسباب تعثر التحرير بعد كل هذه المدة من الانتفاضة الشعبية ضد الحوثي وأيضا من تدخل عسكري في الأراضي اليمنية قيل أنه من أجل إعادة الشرعية إلى صنع لو تكرمت تعيد لي السؤال ويرفع المهندس تسألت ما هي أسباب في سياق تعاطي الآن ما هي أسباب تعثر التحرير بعد كل هذه المدة من الانتفاضة الشعبية لجميع اليمنيين ضد الحوثيين ضد منشيات الحوثية الانقلابية وأيضا من تدخل عسكري للتحالف قيل أنه تدخل من أجل إعادة هذه السلطة إلى العاصمة صنعا والله هذا السؤال لشدة تناوله في جميع وسائل الإعلام وفي الإعلام البديل الوسائط الاجتماعية لو ذهبت به ليس إلى متخصص في السياسة مثلي وإلى محلل سياسي في الإعلام لو ذهبت به إلى شخص عادي في الشارع سيجيبك سيقول بأنه لهذه الأسباب واضحة يعني لو كان اليمنيون واقهوا مصيرهم بشجاعة دون تدخل خارجي لكنا قضينا على آفة الحوث والإمامة وانتصرنا لكن التدخل الخارجي كان هو المعول الهدم وهو معول الدعم أيضا لأعدائنا يعني اليوم الإمارات إذا ما ضغط الشعب اليمني عليها للخروج لا تتوقع يعني ليس غريبا أن تدعم الحوث علنا وتمده بالسلاح والمال وكذلك السعودية أي أننا بطريقة ساذقة عن طريق السلطة الشرعية فتحنا أبوابنا دون قيود دون اتفاق دون معاهدة دون يقضى من الخطأ الأول يعني اليوم المنظمات الحقوقية وأنتم تتابعونها والعزيز توفيق الحميدي رئيس منظمة سام رصد في بعض تقاريره أكثر من 250 قصف خاطئ وهذه الأقصف الخاطئة لم تكن ساذقة اليوم نحن نتعامل مع طيران يقصف عن طريق الأقمر الصناعية الطيار لا يستطيع أن يرى الهدف بالعين المقردة كالطيران التقليد السابق وإنما عن طريق خارطة إلكترونية يحدد الهدف عن بعد كبير يصيبه بدقة إذن فبنك الأهداف تدخل سلفا في قيادة التحارف من هي هذه الأخطاء؟ يعني قيادة عسكرية ضربت مباني مدنية ضربت قسور ضربت مؤسسات حكومية يعني مدنيين أسواق أي أن السبب واضح أن من أتمناهم ليكونوا إخوانا لنا ويعيننا على هذه المشكلة بالإنقلاب على الدولة إذا بهم هم يأتون بسكاكينهم بكل وقاحة يقطعون أوصال الدولة اليوم نحن نتكلم عن سوق قطرة أصبحت مبتلعة تماما بيد السعودية والإمارات وهي بعيدة عن المعارك أصبحت المنطقة الشرقية بيد السعودية كاملة المهرة حضر موت شبوة أصبحت المناطق الجنوبية والغربية مبتلعة بطريق الإمارات أصبحت إيران تعزز حلفائها بنوع من الوفاء يعني لو كانت دول التحالف عاملت اليمنيين بنفس الطريقة التي عاملت إيران حلفائها في الشمال ربما لما استطاع الحوثيون أن يصمدوا أكثر من شهر أو شهرين أي أن اليمنيون كانوا فقط محتاجين لدعم وليس لتدخل يعني أن تدعم الجنش الوطني بالسلاح والمانوه سيحرر بلده لكن أن تدخل مباشرة لتدعي أنك ستحرره وتمنعه وسط كل ذلك دعني أسأل سيد العميد حسين العمري سيدة العميد هل خفتت الآن جذوة المقاومة لدى اليمنيين للمشكلة الأصل كما يتفق كثيرين وهي انقلاب ميليشيات الحوثي أخي العزيز مثل ما شرحت لك أستاذ وجيب أن الميليشيات الحوثية لا توجد لها حاضنة كبيرة في اليمن بشكل عام وحتى في مسقط هذه الحركة الذي هو المركز المقدس في صعدة أبناء صعدة أغلبهم ضد هذه الميليشيات إلا أن هذه الميليشيات استطاعت من خلال انقلابها على الدولة أن تسيطر على مكونات الدولة من مخازن عسكرية ومن أسلحة ومن مؤسسات فأصبحت تمتلك قوة قوة دولة ولم تعد ميليشيات بل هي ميليشيات بشكل دولة بينما الطرف الآخر الذي هو الطرف الشرعية هو بدأ من الصفر لم يكن هناك جيش الجيش الذي كان يعتمد عليه ما قبل ثورة الشباب 11 فبراير كان جيشا مع الأسف مبني على عقيدة عسكرية وعلى ولاء مناطبي وولاء أسري فص ملح وذاب تحوث منه من تحوث وخرج منه من حرج وبدأت الشرعية من الصفر من خلال المقاومة الشعبية التي كانت تقوم فيها قبائل اليبل بشكل عام سواء في مارب أو في البيضة أو في الجوف أو في مناطق أخرى وتشكلت هذه المقاومة الشعبية الرافضة لانقلاب الميليشيات الحوثية وكانت هي نواة لتأسيس جيش وطني لكن مع الأسف الشرعي هناك في خلل في بناء هذا الجيش لم تكن برؤية واضحة ولم تكن بعقيدة عسكرية وولاء وطني وتشكيل جيش من جميع مناطق اليمن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وهذا أضعف هذه القوات الشرعية ثانيا لم يكن تدريبها تدريبا كافيا ودعمها بالإسلحة المتطورة والدعم اللوجستي الكافي الذي يرقى إلى مستوى التكافى مع الميليشيات الحوثية بينما الميليشيات الحوثية هي تقاتل بعقيدة واحدة وبرؤية واضحة وولاء واحد ومع الأسف أنه في جهة الشرعية هناك ولاءات مختلفة وتصل أحيانا إلى حالة التصادم والتنافر طبعا المقاومة الشعبية التي قامت في معظم مناطق الجمهورية اليمنية ومنها البيضاء والتهامة والتعز لم يتم استيعاب هذه المقاومة الشعبية ضمن إطار الجيش الوطني لم يتم ترقيمهم عسكريا لم يولوهم أي اهتمام لم يدعموا دعما لوجستيا ولا ماديا فعلى سبيل المثال حصل خذلان كبير يعني شاهدنا قبائل حجور عندما تارت على الميليشيات الحوثية تم خذلانها من قبل التحالف ومن قبل الشرعية وكذلك في البيضاء يعني جبهة البيضاء جبهة كبيرة تتكون من خمس جبهات ومقاومة يعني عنيفة جدا تم خذلانها ولم يتم استيعاب أفرادها ولم يتم دعمها لوجستيا ولا ماديا شكلت ضعف في هذه الجبهات التحالف العربي طبعا عندما أتى إلى اليمن هو أتى من خلال أعلان دعم الشرعية واستعادة الشرعية ومن خلال أهداف واضحة ومعلنة وأي ميول أو أي انحراف عن هذه الأهداف المعلنة هو سيكون طعنة في الظهر أولا للمملكة العربية السعودية التي تقود هذا التحالف وسيظهرها بأنها ضعيفة وأن التحالف ضعيف رغم أنها قوية ولكن هو سيكون خذلان للتحالف العربي قبل أن يكون خذلان للشرعية اليمنية أيضا هناك المعايير التي تم اتخاذها في التعامل مع المعركة لم يكن تعامل عسكريا حرفيا ومهنيا بل تم على أساس ولاءات مناطقية ومشيخية وحزبية مع الأسف ولم يتخذوا مأيار التكنقراط والكفاءات في كثير من الكوادر العسكرية والحتب العليا المؤهلة تأهيلا أكاديميا وحرفيا تم أقصاؤهم وتهميشهم واعتمدوا على قيادات لا تمت بصلة إلى القوات المسلحة ولم يكونوا أغلبهم لم يعرف من العسكرية إلا اسمها ومنحت لهم رتب سيادية عليا حتى لا يعرفون ماذا تعني هذه الرتب التي يحملونها على أكتافهم فأغلبهم كانوا يا أما سباكين أو بلاطين أو كانوا خطبة في مساجد أو عمال بسيطين لا يمتون بصلة إلى السلك العسكري بينما الكوادر المؤهلة والخريجة من الكليات العسكرية والقيادة والأركان تم تهميش كثيرين من الكوادر على أساس منظور حزبي وولاء حزبي مطلق هذا جعل دور الشرعية يبان ضعيفا ويوهن ويأجز في حسم المعركة والتحالف أنت تشيري العوامل المحلية أكثر سيادة العامل وهذه النقطة يعني قد يعاكسها دكتور فيصل الحديثي دعني أنقلها إلي دعني أنقلها إلي لدكتور فيصل يعني دكتور فيصل إذا لم تكن لدى الشرعية القابلية تفضل سيادة العامل فوضيح بصير نعم فوضيح بصير أخوية أنه لا تنسى أنه هناك في قرارات الأمم المتحدة 2216 وهو تحت البند السابع في اليمن هي تحت البند السابع والتحالف أتى إلى اليمن من خلال أهداف معلنة يعني بثوابت وطنية وهي التزام المرجعيات الثلاث مبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها 2216 وأي انحراف عن هذه الثوابت الثلاث سيهز ميزانية القوى وسيأثر تأثيرا عميقا في التحالف قبل أن يؤثر في جهة الشرعية أشكرك على تسليطك الضوء على هذه النقطة المفصلية فيما يتعلق بأسباب التدخل وهذا ما أنقله أو مشروعية هذا التدخل وهذا ما أنقله إلى الدكتور فيصل دكتور فيصل إذا لم تكن القابلية لما يحدث موجودة لدى الشرعية المستشعي وهذه التعينات العشوائية وهذا التخاذل والخذلان للكثير من القيادات الوطنية كما يتحدث سيادة العميد العمري لما قام التحالف بكل ذلك وفقا للقوانين والتشريعات الدولية فلماذا اللوم فقط على التحالف دعني لو تكرمت وتسمح لي أول مرة أن نعرق على نقطة ذكرها الضيف وهي غاية في يعني وهي نوع من الخطأ الذي نستجره دون علم أو خارج عن الحقيقة مسألة أن اليمن تقع تحت البند السابع هذا كلام غير صحيح اليمن إذا وقع تحت البند السابع أي أن السلطة الشرعية والدولة اليمنية هي التي تقع تحت عقوبات الأمم المتحدة وتحت قرارتها المجزمة من يقع تحت البند السابع هم الإنقلابيون وهم المعرقلون الذي استهدفتهم العقوبات في القرارات التي صدرت وفق الفصل السابع أما هذه القرارات فهي مع الشرعية ومع الدولة اليمنية جميل لا تكون الدولة تحت الفصل السابع إلا إذا كانت مستهدفة كدولة وكسلطة شرعية مارقة أو معاءة أو ارتكبت قريمة عدوان حتى تتخذ الأمم المتحدة عبر مجلسة الأمن قرارات ضدها لكن اليوم الأمم المتحدة والإقليم والعالم والشعب كله مع السلطة الشرعية ومع الدولة اليمنية وفقط المستهدف كما قلنا هم الإنقلابيون الخارجون عن السلطة الشرعية وهم المعرقلون من جماعة الحوثي ومن جماعة عفاش وجماعته هذه التصحيح التصحيح الجواب على سؤالك هذا كررناه أنا وجهة نظري بأنه إذا أغلقنا الباب نستطيع أن نحمي البيت فنحن فتحنا الأبواب مشرعة للتدخل وبالتالي ما نتج عن هذا الخطأ هو نتيجة وليس سببا السبب الحقيقي أن السلطة الشرعية لم تحسن اتخاذ القرار منذ أن استلمت الدولة كثير من المطبلين يقول لك الرئيس هادي استلم خرقة استلم عالم شوف الإساءة يشبهون العالم اليمني خرقة أول مرة هذه فيها إزدراء هو استلم علما واستلم سلطة واستلم دولة لم يكن الحمدي في عام أربعة وسبعين لم تكن اليمن في ظله أقوى مما هي عليه عندما استلم الرئيس هذه الدولة الرئيس الحمدي استلم مجتمعا لا دولة وبنات دولة وخلال ثلاث سنوات أصبح لليمن مكانة إقليمية ودولية معتبرة وستطاع أن ينهض باليمن نهوضا غير عادي فتم التأمر عليه وهذه استلم الدولة وفيها مؤسسات وفيها بن فركزي في خمسة مليار دولار وفيها شعب يعني مصطف وراءه ومتحمسا له لم ينال أي رئيس لليمن دعما شعبيا كما ناله هادي ابتداء من الاستفتاء الانتخابي انتهاء بالاستفافة الوطنية وراءه لقد خذل هادي شعبه لقد خذل هادي تاريخ اليمن لقد خذل هادي مستقبل اليمن الأجيال التي ستأتي ماذا سنتحدث بالتاريخ سنتحدث أن رئيسا ترك يعني صم أذنه عن شعبه واتجه لإملاءات السعودية ودول الخليج الذين خططوا بالسماح للحوثين بالمجيء إلى صنعة لإعادة تسويات الملعب السياسي لتصفيات خصوم معينة وكثير من الأحزاب الصغيرة والإيسارية بشرت بذلك وأن الأمور ستكون إلى خير يعني الدولة هي التي كانت مستهزفة وليس تلك الأحزاب التي هم على عدم معها وبالتالي تحرك الناس حوله لم يعلن الاستنفار لم يحرك الجيش ترك وزير الدفاع يسلم المعسكرات معسكرا معسكرا ويقول بأن هذا وزير الدفاع من نصيب الرئيس السابق عفاش هو صحيح من نصيب الرئيس عفاش ولكن عندما يخالف القانون لا يلزم بقاءه وإنما يحال إلى المحاكمة العسكرية هادي عين في جميع مفاصلة الدولة من النظام السابق الفاسدين آخرهم في البنك المركزي زمام وزاحه وعين من معياد وهو رئيس غسيل الأموال في عهد عفاش والآن عين من أبيان ابن منطقته الذي أصبح بصاب زهايمر يعني هو عجوز أكبر من هادي نفسه يعني أنت تسلم مفاصلة الدولة لأناس فاسدين لأناس غير موهلين وتستدعي أيضا التدخل الخارجي بدون أي ترتيب اتفاقي أو تعاقدي ثم نحن بعد ذلك نلقي لهم على التحالف وغير صحيح أنا لا ألقي لهم على التحالف إلا بقدر ما سمحت هذه السلطة الشرعية بفتح الأبواب مشرعة ممت التدخل منذ أول يوم كيف تسمح السلطة الشرعية للإمارات أن تدير المطار أن تدير الميناء أن تدير المعسكرات أن تنفق عليهم بالمال أنت صاحب السلطة وأنت من أتيت بهم عليك أن تلزمهم حتى بدفع الرواتب على طريق البنك المركزي ثم تعكسها أنت بإسمى الحكومة على هؤلاء الناس وتستطيع تفصل من يخون وتحاكم من يخون ماذا فعل؟ لم يفعل شيء أي أن الرجل أعطاهم شيئا على بيض وهم الآن يعبثون لا ندري حتى ما هو الطلب الذي قدمه إليهم هل هو طلب شفهي؟ هل هو طلب مكتوب؟ يعني حتى لا يجوز فتح حرب إقليمية على أرضك بدون انتفاقية دولية ما هذا؟ يعني أنا كررت في أكثر من مقابلة وقلت بأن أصغر إنسان في الوطن اليمني لا يوجر شقةه إلا بعقد إيجار أنت أجرت البلد بدون عقد إيجار بدون معاهدة فتحتها على مصرعيها والآن أنت تستحي أو تخجل من أن تقول بأن السعودية والإمارات عليهم الرحيل وعليهم أن يدفعوا التعويضات وأن يساهموا بالإعمار وأن تقدم ضدهم محاكمة جرائم جنائية في محكمة الجنائية الدولية وأن تقدم ضدهم قضايا نزاعية سياسية في محكمة العدد الدولية باعتبارهم أرتكبوا من القرائم الإنسانية ما لا تطاق أو من العدوان قريمة العدوان لها أكثر من وجه إنساني جنائي وسياسي في محكمة العدد الدولية لم تحرك هذه القضايا إلى الآن يعني ونحن إلى الآن خجلون كسلطة شرعية من أن نعترض عليها بل من الخز والعار أن تستقر هذه السلطة الشرعية في المنفى خمس سنوات وشعبها تحت الحرب كيف يمكن أن تتخذ قرار سيادي ويتقع تحت سلطة من يخترق هذه السيادة يعني هؤلاء لا يخجلون يعني ألا يفترض منهم ألا يفترض من هادي وهو القيادة العلال للقوات المسلحة أن يكون في الجبهات مثله مثل أي قياد عسكري من الذي أكبره على قبل السلطة وهو عاجز على إدارتها في هذا الظرف التاريخي أنت قبلت دون إكراه السلطة وكان عليك أن تقبلها بقدارة وتتحملها وإذا أنت عاجز وتشعر بأنك ضعيف وأنك إنسان أبله عليك أن تغادر وأن تترك هناك رجال في اليمن أنت إلى الآن عملت كاش مالك وفيته على كل رجال الأحرار في اليمن وأخرجتهم خارجا حتى الضيف الكريم عندما قال كلاما أنا أعترض عليه قال بأن الجيش الوطني الحقيقي أهمناه وعينناه خطبة مساجد ومدرسين من قاوى في اللحظة الأولى هم هؤلاء وبالتالي يستحقوا أن نكرمهم أين يكونوا حتى إن شاء الله زبالين أو بولطين أو نجارين أين كان هذا الجيش الوطني الذي يحمل الرتب في عهد عفاش لماذا هرب لماذا استنكف عن الدفاع عن الوطن والآن بعد أن استقرت الأمور وأصبح في دولة وفي شرعية وفي رواتب وموظفين أراد أن يقول نحن والله عسكريين مهنيين لم تعطونا شيء وبالتالي هذه نتيجةكم أن هزمتهم لأنه لم تعتمدوا علينا هذا هذه نوع من المغالطات علينا أن نحترم كل من حمل بندوقيته وسلاحه وقامه ضد المحيط يعني هذه نقطة جدلية يجب الرد عليها دكتور فيصل سيادة العميد فيما يتعلق بهذه النقطة من المعيب علينا أن نعتذر علينا أن نعتذر على كل مقاومة حمل البندوقية أي أن تكون مهنته لأنه هو من تصدى لمقاومة هذه الآفة سيادة العميد ما رأيك أخي العزيزة أولا فاقد الشيء لا يعطيه أنا أخالف سعادة الدكتور فيصل الحليفي في ممترحه عبدالبو منصور الكل يعلم أنه لم يكن يملك أمر قرار الجيش اليمني إلا كان لديه لواء حماية رئاسية فقط في النهدين وكان كتب حمايته الشخصية وبل أنه لم يستطع أن يحمي نفسه في صنعه الحوثيين استطاعوا أن يفضوا عليه الإقامة الجبرية وخارج بطريقة كلنا نعرف عن طريق التهريب ونائب الرئيس أيضا خارج عن طريق التهريب عبدالبو منصور والقيادة السياسية وزارة الدفاع بعد أن استلموا القوات المسلحة اليمنية التي لا تكون ترقى إلى مستوى الجيش الوطني إلا أنها كانت قوات مسلحة مدربة ومؤهلة ومسلحة تسليح جيدا إلا أنهم ارتكبوا خطأا فيما سمي بحيكلة الجيش هيكلة الجيش جعل هذه القوات المتخصصة وخاصة قوات الحرس الجمهوري والحرس الخاص التي كانت تعتبر صمام أمان لحماية الجمهورية اليمنية هذه الوحدات تذمرت وتذمروا من تسبيها ولاءها احتز لم يكن ولاءها العبدالبو منصور هادي ولم يكن ولاءها العليم حسين الأحمر كان معروف ولاءها وعندما هيكلوها دون أن تكون هذه الهيكلة مدروسة الهيكلة أمر خطير جدا إذا لم تكن هناك دراسة وترصد لها الميزانيات الكافية ويتم هيكلتها بطرق علمية وبطرق حرفية طبعا هذه الهيكلة جعلت هذا الجيش ينهار ويصبح أما منتقم من عبدالبو منصور ومن القيادة وزارة الدفاع وأما أن يخرج عن هذه الوحدات المتخصصة إلى ما سمي بالتقاعد المبكر عبدالبو منصور لم يكن يستطيع أن يحمي نفسه في كيف يحمي بلد لو لا تدخل التحالف العربي كان استقر الأمر للتحالف العفاشي الحوثي وكان حسن الأمر وانتهى أمر عبدالبو وبقي لاجعا سياسي في عمان أو في أي دولة أخرى من قاتلوا يعني الأخ الدكتور فيصل لا يعلم أن قبيلتي قاتلت قبل أن يقاتل عبدالبو منصور هذه وقبل أن يقاتل الآخرين فجبهة قيفة وجبهة ديناعم آل عمر التي هي قبيلتي قدمت ما يزيد عن مئتين شهيد ومثلهم جرحة وآخرهم أبناء عمومتي أربع مشايخ من مشايخ البيضة لكل يعلم هذه الجريمة لكن هو ما يفهم من الدكتور أنه يدافع عنها بالأساس طيب في هذه النقطة أنا أريد أن أسلك أيضا فيما يتعلق بأن أسمح لي أسمح لي لا أسمح لي أسمح لي أسمح لي أسمح لي لو سمك هذه المقاومة الشعبية يجب أن يتم استيعابها وهذا ما حصل في الجنوب يعني الانتقالي ما سمي بالانتقالي هو أيضا عبارة عن مقاومة شعبية هم شركائنا في القتال ضد الحوثي هم أخرجوا الحوثي من عدن هم قاتلوا في الساحل الغربي هم قاتلوا في الضالح هم قاتلوا في أغلب جبهات اليمن هؤلاء لم يتم استيعابهم لم يتم أدماجهم في القوات المسلحة لا بقاومة البيضاء ولا بقاومة الجنوب ولا بقاومة حجور مما جعلهم يتذمرون ويوصلون إلى التمرد العسكري الذي حصل في الجنوب وبينما المقاومات الشعبية أهملت لكن دكتور يعني الشرعية لو لم تكن يعني هي كانت فتحت أبواب التجنيد وقامت يعني المشكلة الآن ليست في أن هؤلاء لم ينضموا للجيش الوطني أو لم يستقبلوا في الجيش الوطني المشكلة أن هؤلاء قاموا بعمل ميليشيات تسلم دعما من خارج إطار الجيش الوطني يا أستاذ وجئ يا أستاذ وجئ أتحدث عن منهم في ملاطق المحافظات الجنوبية المقاومة الشعبية قاتلت قبل عبد الرب المحافظات الجنوبية هما كانوا أساسا مقاومة الشعبية قاتلوا الحوثي في عدن وهم انحرروا عدن وهم انقاتلوا معنا في الضالع وهم انقاتلوا معنا في الساحل الغربي لماذا الشرعية تسمح لدولة الإمارات أو لأي دولة أخرى أن تصرف مرتباتها لهذه الميليشيات وتسلحها تسليح يفوق تسليح الشرعية الشرعية لا تمتلك غير السلاح الشخصي والسلاح المتوسط أن وجد تدل دقائر بينما الانتقالي أو ما سمي بالانتقالي تم تدريبهم وتسليحهم وتأهيلهم ومنحهم الدعم اللوجيستي الذي يفوق على الشرعية طيب وقد أشبت إلى ذلك سيادة العميد يعني الآن المعركة الرئيسية كانت بين الشرعية والانقلاب المعركة الشرعية كانت بين الشرعية والانقلاب الحوثي لكن الآن بات اليمنيون يخضون أكثر من معركة على أكثر من جبهة من وجهة نظرك أين يكمن الخلل بالتحديد؟ أخي العزيز أولا هناك خلل في مؤسسات الشرعية وهناك خلل في إنشاء لأنه قلت لك ما تم إنشاءه سواء في مارب أو في عدن هي عبارة عن ميليشيات مسلحة وأجرحة مسلحة بولاءات حزبية أو بولاءات مناطقية في الانتقال تم التسليحة والتأهيلة على أساس عقيدة مناطقية لا يمثل الجنوب وإنما يمثل مناطق معينة ظالع ويافع وردفان بينما في الشمال تم تأسيس أجرحة مسلحة لا تختلف كثيرا عن الميليشيات الحوثية ولكن بولاءات وعقيدة حزبية وهذه لا ترقى إلى مستوى البناء القيوش الوطنية القيوش البطنية لها معايير دولية معترف بها يتم بناء القيوش على أساسها هذه المعايير لم يتم العناية بها ولم يؤخذ بها فلذلك عندما تقولون أنه سيتم تأسيس جيش بدون تأهيل أكاديمي وبدون أن يتم تسليحه التسليح المتطور والنوعي لا يمكن أن يحسموا أي معركة هناك المعركة الواحدة تكون فيها متواجدة قوات بولاءات مختلفة وهي جبهة واحدة فتكون الميسرة ولا أهال المنطقة والميمنة ولا أهال حزب والقلب ولا أهال الأشخاص آخرين هذه لا يمكن أن تمثل جيش وطني يرقى بمستوى التأسيس الجيوش الوطنية والعقيدة العسكرية والولاء الذي يكون لله سبحانه وتعالى أخي العزيز نحن أمام مشكلة كبيرة إذا لم يتم تصحيح مسار الشرعية وهيكلتها من الرأس إلى أقمس القدم وكذلك مراجعة أسس التحالف مع اليمن يجب أن لا ينحرفوا عن المسار وأن يعودوا إلى المسار الصحيح الذي تم الأعلان عنه وتم قبول قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية اليمن لم تطلب من السودان ولم تطلب من الإمارات أن تكون ضمن التحالف السعودية هي من تقود هذا التحالف وهي من طلبة 14 دولة للإمغمام إلى هذا التحالف نحن نرحب بالاتحالف شرب أن لا يمس سيادتنا الوطنية وأن لا يمس أرضنا وأن لا يمس الأرض اليمنية ولا السيادة اليمنية لا أرضا ولا إنسانا أما المصالح في إطار التبادل الثنائي فهناك كل الدول تبني سياساتها على المصالح المتبادلة من خلال الدبلوماسية ومن خلال القنوات المشروعة هذا مرحبا فيها أن تكون هناك للإمارات أو للسعودية أو لأي دولة يعني مصالح ثنائية متبادلة بشرط أن لا تمس الثوابت الوطنية ولا تمس الثوابت الثلاثة التي ذكرتها لك آنفا وهي مخرجات الحوار الوطني ومبادرة الخليجية وقرارات الأمم المتحدة نعم مثل ما ذكرت الدكتور فيصل أن القرارات الأممية هي تصب في صالح الشرعية حقيقة هي كذلك ولكن من ينفذ هذه القرارات ليست الشرعية الشرعية لا تملك الكوه الكافية لكي تنفذ هذه القرارات فطبعا الشرعية والتحالف لم يأسسوا جيش وطني بأسلحة نوعية ترقى إلى مستوى الجيوش الوطنية حتى تحسم المعركة وإنما يعتمدوا على مقاومات بأسلحة شخصية وأسلحة متوسطة وهذه أنا منوجة نظري الشخصية أنها لن تحسب معركة الحسم العسكري المطلوب شكرا لك سيدة العميد حسين العمري كنت معنا عبر السكايب من برلين على تواجدك معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني العودة إليك دكتور يعني فيما يتعلق على أنه من يستفيد من هذه المعركة الجانبية التي تحدث بداخل الأراضي اليمنية يبدو أنه ميليشيا الحوثي جماعة الحوثيين التي ترتب أوراقها بعد أن فقدت الشرعية فرصة تحرير البلاد وحسم المعركة سريعا هل تعتقد أن ما سيحدث في المستقبل هو إحكام سيطرة الجماعة في العاصمة الصنعاء ومناطق سيطرتها أم أن هناك فرصة لا زالت بيد الشعب اليمني الذي يهمه الأمر أكثر من أي أحد آخر لإعادة المعركة الحقيقية واستعادة أراضيه كاملة في هذه المسألة دعني أقول بأن هناك تصورين التصور الأول بما أن دول التحالف أسرفت في ارتكاب القرائم ضد اليمنين فأصبحت على التعاطف الشعبي مع الحوثيين إزاء كل قصفين يتجه نحو السعودية وكأنها تثأر لهم في حينهم يعجزون عن ذلك هذا الجانب وجداني لا نستطيع التحكم به لكن ما إذا خل القو بين اليمنين وجها لوجه فإن الحوثيين لا يمتلكون مقاومات أن يكونوا رجال دولة لو كانوا رجال دولة لما احتجنا إلى معركة لنفترض بأنهم عملوا انقلاب مثل أي انقلاب في العالم وتنفذ فقط يعني تدير البلد وفق القانون ماذا لو كان الحوثيون من اللحظة الأولى لم يستهدفوا القوامع والمساجد والخصوم القاتل الاختطاف الاعتقال التوحش كان ممكن يكونوا مقبولين ولا يحتاج حتى إلى مقاومة ضدهم أنت عندما تأتي بجنودك من صعدة لكي تور بجنود وألوية كلها من المناطق الجبلية لكي تسقط المناطق الجنوبية أنت في ناترام تستعد الناس وبالتالي يمكن أن يقبلوا به ماذا لو كانوا حكموك رجال دولة وسلموا كل محافظة لأهلها وظلوا يدورون البلد باعتبارهم حكام ورجال دولة فعلها ربما لما تدخل التحالف ولم استطاع هادي أن يجد نصيرا له في الميدان ولكن نتيجة لأنهم ميليشيات عقائدية تعتقد بأنها تستمد الحكم من الله وليس من الشعب لم تجعل اعتبارا للشعب وبالتالي مارست بحقية كل الجرائم وبالتالي لن يقبل اليمنيون مهما طالت الحرب بهذه الجماعة ما لم يذعنوا الإرادة الشعبية نحن اليوم نعيش عصر المعلومات عصر السماء الماطرة بالمعلومات أولا لحظة بلحظة لم تعد اليمن تلك البلاد المغلق التي كانت تعيشها أيام الإمامة الإمام يحيى ما قبله يعني اليوم على الحوثين أن يدركوا ونحن نقول لهم بصوت عالي لا يوجد عبيد حتى تتسيدوا عليهم ولن يقبل أحد أن يكون عبدا لكم ومن تخضعونهم بالقوة اليوم تحت حكمكم إنما هم يترقبون لأن هناك لاعب آخر يعبثون فإذا ما صف القولنا بين اليمنيين لن يستطيعوا لا بدعم إيران ولا بقوتهم الفارقة أن يحدثوا يعني قدرة على إخضاع اليمن أو الاستمرار في الحكم هذا شيء مؤكد شكرا لك دكتور فيصل الحدي في رئيس الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب كنت معنا عبدالأقمر الصناعية من تعز الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة والإنصاط في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري في أمان الله